صباح الخير، تشرفت بمقابلة دولة الرئيس نجيم ميقاتي اليوم حوار صريح جاد بشأن الموقف الذي نحن بصدده الأزمة بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية استمعت من دولة الرئيس إلى موقف حقيقة مهم وغاية في الإيجابية من العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية التي ليس فقط يحرص هو عليها كثيرا كشخص وكمسؤول لبناني وكرئيس حكومة لبنانية ولكن عكس لي أيضا مدى الحرص الموجود في هذا البلد على إقامة علاقات صحية وجيدة وإيجابية مع كل الأشقاء العرب ومع المحيط العربي للبنان وبالتأكيد في مقدمة ذلك مع المملكة العربية السعودية فكان الحوار جيدا جدا ووضعت الرئيس ميقاتي في صورة الفكرة التي تجمعت لدى المعالي الأمين العام ما الذي يمكن أن يكون لديهم في هذا الموضوع لكي نتجاوز هذه الأزمة ولكي نستطيع أن نصل إلى مخرج يناسب الجميع فيها ويصل بنا إلى بر الأمان في شكل من أشكال التوازن بين تحقيق المصلحة اللبنانية وتحقيق المصلحة السعودية والخليجية عموما العلاقات بين الدول العربية يعني طبعا لها أسس تقوم عليها وهناك مثاق لجمع الدول العربية الجميع ملتزم به وهذا الأمر نحرس على احترامه والعلاقات بين لبنان ودول الخليج هي علاقات هامة هامة للبنان بكل تأكيد وهمة لدول الخليج أيضا نعتقد أن هذه الزيارة هي في حد ذاتها مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان وقيادات لبنان التقينا في خامة الرئيس سعون دولة الرئيس ميقاتي دولة الرئيس بري بعد قليل لكي نعرف لكي نعرف أين نقف من هذه الأزمة أين يقف لبنان من هذه الأزمة وما الذي ينوي عمله لتجاوز هذه الأزمة اشتركوا في القناة